بمجرد أن تدخل الفصل استشعر أن الله يراقبك وأن الله يحب منك أن تكون أفضل معلم لطلاب من اليوم تأخذ من نفسك هذا الأمر من أعظم المعين على التعليم وعلى الصبر على أذاه وبله أن الله ينظر إليك ما قعد أحد ولا قام ولا وقف ولا كتب في العلم وهو يستشعر أن الله يسمعه ويراه إلا سهلت له السعاد وأصاب الصوار وكان على نهج السنة والكتاب أبداً يستشعر أن الله يراك حينما تستشعر أن الله يراك وأبناء المسلمين بين يديك هل يرضى لك إذا جاء طالب يريد أن يستفيد أن تكفحه في وجهه أن تنثره من العلم أن تصيح عليه أنت ما تفهم أن تكذى أن تكذى أن تسبه أن تشتمه أن تهزى به ترجمة نانسي قنقر